ارجعنا لكم ورجعنا معنا ضيفنا العزيز الغالي ايقونا من ايقونات الاعلام التونسي حبيناه برشا حبيناه من خلال برامجه الاذاعية وحتى التلفازية واللمة هذي ماهيش اغريب عليه كي نقول نبيل بن ذكري ونقول في قلوبة وين سالكل قدش نورتني اليوم نبيل بن ذكري ربي فضلك ومحلى جيتك وياخذ بخاطرك يا لله ربي فضلك ومساء الخير للناس كل وصحة شريبتكم ان شاء الله رمضانكم مر في ايام والاولى باحلى الصور اللي نحبوها لكلنا وانتي مشكورة برشا على هالدعوة اللي الحقيقة شرفتني ونورتني وانتي اغتي الصغيرة وانا فرحانة اللي انتي قبلت الدعوة هذي يا نبيل انا نقبل الدعوة على راسي وعيني مؤسستي الام تلفزان تاعنا دارنا القناة اللي نحبها برشا واللي الى حد كبير ساهمت في انها تريضني وتهديني ونتفرج في برامجها وفي اعاداتها خصوصا وفي نفذها للغبار على درر التلفزة التونسية تحية القناة القناة الوطنية الثانية وتحية لكم الكل وسيدي اخويا هولا هنا وسيدي وليد مرحبا بي مرحبا باولاك سيدي تلو شماعة تلو سيفهم لا مرحبا بي سيدي يا ربي فضلك تحية بي يا ربي خليك الحمد لله يا ربي شفتك ليه 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 عايشك 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 لازم لانه قومي بوس لازم منه خومي بوس انا يخد لك رحي البوس حرمونا من البوس حرموه هو راو تل بوسافي وان شاء الله ما يجي منه وكان بيهش وهو راو يموت عليك يا نبي انا نحبه اسمع ويحب الشيخ يقول لك لأ جيه الدار نازم نيكب عليهم ومبوس هالي عليك البهرامج ونعوارعشية والشي والخناها نحكي لك انا مشارجو معاه انا عندنا تسلطك اي انا التوى يا نبي فما رنى في صوتك يعيش وقدش فرحتي انت لابيس وجيت بحذين نبيل بن ذكري تاريخ كبير مع التالبزة التونسية مع اللي ذاعة التونسية قد عمره تاريخ هذا العفو يا لله هو تاريخ بالمقارنة مع تاريخ الناس اللي سبقوني والناس الكبرات اللي تعلمت عليهم يجي مساحة زمنية صغيرة ولكن في المساحة هذه فيها برشة محطات وبرشة صفحات من بدايات هذي عمره المساح المساحة عمرها 38 سنة وانا عمري 39 وهذه ضروري ان انا نوضحها لانه برشة حتى ناس كبار توا ربي فضلهم يقول لي احنا تربينا على صوتك نخزر له ونخزر صورتي نقول كيفاش يجي مع بعضه ما يجيش مع بعضه عمره 70 وانا ما زلت ما وصلتش للسبعين وما زلت ما وصلتش للستين فكيفاش تربي على صوتي علش لانه دخلت صغير للاذاعة صغير في مراحل متنوع هو الالبوم الذكريات انتعي فيه برشة صفحات صفحات وبرشة مراحل مرحلة اولى مع برامج الاطفال مع السيدة علي ديت بالاطفال ديت مع الاطفال كيف من الاطفال الكل اطفال تونسي كل برامج للالعاب برامج للترفيه جنة الاطفال اللي خرجت برشة اسماء في التلفزة التونسية وفي الاعلام التونسي عموما لطفي البحر يعرف هذا فنانين كما مونيا البجاوي كما حسنة البجاوي برشة علي الغربي واجيه العلويني اسماء في الواقع كبيرة بدأت صغيرة مع برنامج كان كبير في حجمه في مضمونه في الاهداف انتاعه سيدة علي الله يرحمها اللي لنترحمه على سيدة علي وعمر راشد وسيم حمود الثامري وايامات ستوديو خمسة اللي هو ستوديو البث المباشر طويل على الاذاعة الوطنية ولكن كان يتسجل فيه برنامج جنة الاطفال كان السوديو تلفزي يذك السوديو تلفزي هو ستوديو تسعة اللي هو كان مدار كبير وكان قاع على العرض وكانك المسرح حذرت عليه يعملوا فيه مناوعات كبيرة السوديو تسعة مناوعات كبيرة السوديو خمسة اللي احنا توى السوديو الاذاعة الوطنية قبل كانوا يصوروا فيه تلفزة ولكن اذاعة زادة تصوير تلفزي لا ولكن كانوا يصوروا أحيانا تسجيلات كما السيدة نعمة وهي تسجل نوع من الكليب كان تتفكروشي قبل كان الفنانين يسجلوا في الاذاعة الوطنية في الاذاعة الوطنية اللي هي احتضنتهم وهما أولاد الاذاعة قبل ما يكونوا في أي مجال آخر لغاني انتعنا والدليل الخزينة انتعنا اللي هي أثر خزينة في إذاعات العالم العربي وأول الخزينة يشهد لها يعني هذه معروف غنينا وما رجعنا توا برشا يمشيوا لليوتيوب يقولك في برامج نعديه ناخذ من اليوتيوب ليه لا يسيدي تعدي من اليوتيوب برأي نوعية الصوت تتبدل برشا ومينش هي احنا عنا أحسن نوعية وأكثر عدد وعنا التويرخ والخزينة انتعنا فيها الأغاني التونسية والأغاني الشرقية والأغاني الخليجية كانت تتلم للأشكال الكل كان اللي يجي لتونس يتعدى على الاذاعة الوطنية سيلاح بطبيعة الحال اللي يجي لتونس يتعدى على الاذاعة الوطنية وخلي تسجيله ما ننساوش حفلات محمد عبد المطلب وغيره 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 اللي يسجلوا للاذاعة الوطنية التونسية وقعد التالي عملت نقل للسهرات والحفلات قبل نبيل هكا ولا يا حصنة تقريبا أشكال العمل الاذاعي الكل ولا فخر مارستها من تقديم المواجيز والربط إلى البرامج تقديم المواجيز معناها في بالك انت توائنا قد دع عندي نعرفك نبيل سنوات معناها من دخلتنا للاذاع نعرفك في التنشيط ما جيش البيلي اللي انت خدمت برامج أطفال وما جيش البيلي المواجيز خطر صعب معناها قبل معناها اللي يدخل يقرأ موجز قبل معناها بطلع الروح وما تتصورش الصعوبية أكثر والصعوبة لما يقف قدامك شخص كما عمل هادي بالخامس الله يرحمه كما الهدي الغالي قامات كبيرة تلقى عبد العزيز الريحي انت قاعد تقدم وهو تلقاه يقف بحثيك الفتحة والظمة تقف عليها بالحسن بنعرفها هي فرصة ليلة باش نتذكروا ناس ونحييوا برشا ناس من رواد الإذاعة كنت نشوفهم نشوفهم في الأستوديوهات ونشوفهم في المعابر كل ورات معناتها تحلم تكون باسمهم نحلم ونتمنى أن ينوصل إلى جزيء مما حقوه هما من خدمة ومن ترياض حسبتها شخص عندك من برنامج إذاعي حسبتها والله إلى حد الآن ما حسبتش نجمش تحسبها نجمش تحسبها العدد كبير والعنوين كثيرة إن شاء الله رب يزيد ويبارك إن شاء الله نقدموا برامج أخرى إن شاء الله تمتد بنا الحياة ونقدموا برامج أخرى وربي تقول في عمرك وطوى عندك واحد من أحلى البرامج في الإذاعة الوطنية اللي نشموا عليه الريحة الزمنية لحقيقة واللي كله حتى الكرونيكاغ وجو جو عزيز وغالي معناها شكون ما يسمع الشيشخاء الشيشخان نرلح الضحكة وتفدليكة ونرجعه لزمان بكري وتويكة معناتها وحاجة مهمة في العمل الإذاعي بعد إذنك سمحني وصل حديثك بالعسل هو الصفاء الصفاء النية شوف الإعلامي ما ينجم يبلغ رسالة إلا لما يكون الوعاء أنتعه ليحول رسالة هذهك نظيف كون صادق وانت تعرف مفهوم الصدق وحكينا عليه في بدايتك في أول نهار تقريبا نتذكرها نذيلة نتذكرها ونتذكر الفتاة الصغيرة اللي نعرفها اللي هي أريم ومن أول نهار قلت هذه الطفلة بشتاق لأنه عندها عندها توجه عندها تقدير للرسالة نتعال إذاعة مش داخلة بش حلت أزمة بطالة وإلا وصاو عليها بكارت فيزيت لا 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 دخلت والسلة منته وطلعته والحمد لله أنا فخور به كان أول كان أول درس أنت وقت تقدم في نسمات الحرية تفكرني بيلا كانوا التليفونات الأربعة كانوا عنا أربعة خطوط على الكانسولات وعنا زوز خطوط وحدهم الستة خطوط يبدوا يضربوا الكل رغم اللي كان برنامج ناقت وفي الوقت ذاك معناها أنه واحد ينقض ويلي ولا ينقض رئيس بلدية وما كانتش سهلة الذكاء هنا هو أن واحد يغلف روحهم ليح شو معناها نغلف روحي وندخل في نعم نقول كل شيء نبيل نقول كل شيء والحمد لله وما تدعيتش أني بطل حتى بعد 2011 ما تدعيتش البطولة وما قلتش أنا كنت وكنت وكنت لا لا كنت نقول كلمتي نوصلها بكل أدب بكل احترام ولكن بكل ذكاء لأنه هنا فما صنعة راهي في الحكاية هي كلها صنعة يظهر لي وتنقض وتحكي على مؤسسات الدولة وتحكي على مؤسسات الخدمات وتحكي على برشة حاجات حتى على مواضيع حارقة حتى بالحرقة وغيره أما تعرف تختار كلمتك تعرف تختار كلمتك وتغلف روحك مليح مكن قلت لنا قوله وانا قلنا غلف روحك مليح مكنش تفادليك وقتها لا بلا هالطول تليفوني تهز نسلم برشة عن ناس اللي بالحق خطبه في زمانة ذكا ونحيي الناس اللي شجعتني الأولى وفجأة ثانية وفجأة ثالثة بعد ما عالش ينجم وزمانة ذكا كانت تجيشون يظر في أي دقيقة نبيل كانوا يحاولوا يجتهدوا فما ناس الغالب هي تلسق في حد آخر ولا تلسق في اسم آخر ولكن فما ناس كانت تتحاول حفاظا نزد عليك كراسيها وعلى منصبها وعلى بلايسها والإذاعة الوطنية كانت معنتها ولتوهي أولى الإذاعات ولكن كانت في زمانة ذكا أكثر إذاعة مسموعة في القصر وفي تونس أنا على كل حال مش نحفظ سر مش نحفظ حاجات خاصة بي أنا ما نحكي ليش حتى حكيها هكذا طيو نحكي لك حتى فجأة من الفجعات اللي جيتك بقالو اللي في جاعة برشا والأخطار انتع المباشر برشا وحاجات أخرى المهم أنا نخلي كلمة حاجات أخرى في صندوق سري طيو يجي نهار ونحكيه فيه يلزم نحكيها نهبيرا نحكيه إن شاء الله دخل زيدا في تاريخ الإذاعة ما كانت مرحلة من مرحل الإذاعة ما تحرق ليش المذكرات لأنه نفكر في مذكرات ولكن إن شاء الله يسامحوني اللي بش نحكي عليهم بكل صدق حتى انتهجت الصدق في حياتي المهنية كاملة حتى في المذكرات يلزمها تكون حاجة تكون مرجع حتى للطلبة وللأهل الصحافة والإعلام بش ينجموا يرجع شو زيدا بش ما يقولوش يشكروا في بعضهم ولا يمجدوا في بعضهم راهوا يا جميعا هذي هي العشرة الطيبة مش المجدوا في بعضنا عشنا هكاكة كبرنا هكاكة كبرنا وقت اللي دخلت مزلت كي ما قال لك ونتعلم قال يجي قعد بحذي اللي هنا يجي أول درس نعطيهولك الساعة أول حاجة قالي خوذ هيري من أخوك وتفكرني راهوا المستمع يعرف كل شي ويفهم كل شي ويحس بكل شي راهوا كان صوتك حاولت تبدله ولا تعم فيه نغمة ولا تعطي فيه رنة وتحسب روحك زعمة زعمة تعرف تنشط راهوا ما يقعدش معاك خلي روحك على طبيعتك خلي روحك كما أنت يكون صادقة حتى في الصوت اللي تخرجوا معنتها أنا نشكر كبرشا لبيب بن ذكري لا عفو على خطر معنتها ميسيرش خلن نذكروا زد الناس اللي صلحونا واللي وراونا ثنية واللي قالوا لنا راي هذي غالطة وهذي محليها كمل فيها أنا وقت اللي بديت مع نبيل بن ذكري مع بشير رجب مع والد تليلي مع برشة أسامي كبيرة وقتها في المتنال مع كلثوم السعيدي في برشة مساحات خدمت في برشة مساحات مع ناس ما كان حدا حد شد عليك المعلومة كان كل واحد ماذا به لو كان يعطيك أحسن ما عنده التلفزة شو ذكرياتك معها نبيل معنا أنا بش نقل للتلفزة بش نحكي على التلفزة لكن حبيت في الآن ذاته نذكر بفرقة الإذاعة للتمثيل لما كنت صغير ونتعدى في الكلورات نشوف فرقة التمثيل الأصلية فرقة التمثيل للإذاعة التونسية للإذاعة الوطنية اللي كان فيها المرحوم لحبيب الحارث أنا نذكر أنا صغير هزني هكا قال لي شكون أنا عرفتني تعرفني أنا شكون قلت له يا عمي يا حبيب الحارث هكا بالإسم ولا قب تعرف فرح طفولي كيفاش هالطفل هذي كيفاش عرف الحبيب الحارث وعب سلام البش ومحمد الدراجي اليوم أنت نفرحش كأطفل صغير يعرفك يقول هذا نبيل بن ذكري أنا نفرح نفرح يعرفني ونعرف ولكن أهم ونفرح أكثر لما نحس أنه الرسالة اللي قعد نبلغ فيها وصلت وأخر رسالة من أواخر الرسائل البارح رغم عيد ميلاد يعني البارح كاني البارح هي في الأسبوع اللي فات عيد ميلاد برنامج شيشقان فعملت ملاحظة رغم اللي هو عيد ميلاد عملت ملاحظة فيما يخص كلمة جديدة دخلت للقاموس التونسي قلت لهم حرفي العين والكيف لما تلسقهم مع بعضهم يعطيوا نتيجة ميش ميش مستساغة فولت فعل ودخلت في حياة التونسي قلت لهم بجيتكم من جناب الله بالله يعيشكم بجاه ربي معادش تقولوها معادش تستعملوها رأي كلمة ماصلة تعيسة جدا وبالله واحد بعد ما يقولها مظمط في أمه لأنه ذوق فيه ممجوجة جدا عرفت عرفت نتمنى أنه ما يقولوه ما يقولوه ما نس بكري بالحق معناها يختاروا كلماتهم يحبوا يخرجوا كلمة طيبة والشيح الأحلوة كان مطاقهم كالجوها اي اي صحيح نطوى تقولش عليها في الشيشخان نطوى نشوفي وليد نشوفي يجمع الشيشخان نصح لأمه وكريمة شريف وصاحب الصاحب السبتة الشهيرة اي صديقنا شوقي بورت أنا من خلالك سيدي حبيت نحي لمطاوى الكل اي مطوي حومة المطاوى وحبيت نذكرك لربما اي 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 حبيت نذكرك برمضان بكري في حومة المطاوى بجامعة سبحان الله اللي هو جزء لا يتجزأ من المطاوى وحبيت نقولي لنبيل راهو مطويف انتي توهزيتني الزنقة سيد العطاوي وزنقة سيد الكوشباطي والمرجانية والطرنجة وباب سويقة وتاريخ اخر شفت قداش من بلاج عندي قداش من مرحلة في صفحات متعدة في الهلبوم انتاعي وحنا وقفنا في التلفز وانتي ولد الربط ولد الربط ويشرفني وتربيت بالاساس في المنطقة هذيك صحيح ما تولدتش غادي ولكن تربيت وتشبعت بها وتوه ما ننجم نعاود نشم نفس من جديد ونعمل كيف هذيك الى منابط طيب كي نبدأ في باب سويقة تقولش عليها هي تعدلها بريج ونمشي الغادي ونمشي الحلفوين ونمشي السيد العلوي ونمشي ندورها لكل هذي بجباني لا حصر 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 تقضي من غادي ولا شربتك كريم القضيان القضيان مش مية في المية ولكن مساحة مش نشم فيها ريحة حلوة لما نتعدفك ازناقي هذيك وكي تبدأ والحيوت تتكلم ساعات نتخاطبنا والحيوت نمسهم نمسهم ونحس بهم ونحس ما وراء الجدوران ونشوف البيبان مسكرة ومشقة خطر ما يسكروش بيبانهم الديار العربي وتشم ريحة الملوخية خارجة وتشم ريحة البخور طالعة تعطرق من غادي وتحسك الناس وتشوف اللي هزة تبقن تاعه واللي هزة القفة وتشوف السفساري وتشوف التماء وتشوف يا جماعة البنية تروا يعرفوا عاد اللبسة التونسية البلا لداخل عاد البلا ما هو اللي ربنش تضعنا توا هزة شميك مش هرب توا شفت هاكا الحويش خرج لهم أفادي ممكن قبل انا تكلمتوش يا نبي انتي المرة هذية ما تكلمتوش أما يرى دي ما تدلول انت عبرنامجنا سواء كان شيشخان ولا لما تونسية وليد وليد هزني توا منحة آخر شوف شوفوا يعني حتيتوني في مفترق الطرق حكيت لي على لذاعة قبل لذاعة التلفزة هزني سيدي اخوية للمتاوة والحومتنا في تونس توا السيدة لذاعة سنة 1934 شكون اللي فيها فيها من مناظل باجا سيد محمود الكافي الله يرحمه والبشير العرابي وغيره ثم الرئيس برقيبة سنة 1934 نرجع أفريل 1934 شوف الزاوية هذيكة كيفاش كانت معقل من معاقل النظال والتحرك الوطني معناها حسة لنبيل بن ذكري ما تكفيش في خرحة ما بش نفرحو بيها احنا الوقت احنا الوقت ازرب وانا حبيت تكريم الاسم نبيل بن ذكري والمسيرة نبيل بن ذكري من خلاله هو نسلم على بارشة مناشتين واسامي كبيرة في الاذاعة الوطنية وليدة ليلي حبيب شغام ربي فضلكم يبقيكم انتو مزيدة وان شاء الله نكرموكم كما هكا بحذينا خاطر زيد التاريخ كبير مع التالفزة وتاريخ كبير مع الاذاعة وتاريخ كبير في الاعلام التونسي بسفة عامة شوف انتو مفرحتوني وقت لي شفت وجوهكم النيرة زملائي في التالفزة مزلوا يتفكروني انو تفكرهم وفرحوا بيا واللي هذا اللي جايب قهوة يعني جاد الفقير وبما عنده اللي عندهم بتوفر وقته جابهولي وكرموني وقالوني لو لا الكورونا من رانبوسناك خرق البروتوكول نشوفكم الحلوة نحييها والصهرية حلوة برشا بش نمشي طوة وقريب للوقت الصحور نشوفكم الأقبل ما تمشي عادة مش طلعين المثل آه آه صار فما تطليع أمثال أنا وليت مختصة شوية في الأمثال حكم علاقتي بفؤر سرى والله يذهلي بزهرك اليوم عن كنابين بي اي مش طلع لك المثل اكد لك أنا نحب نقول للمشاهدين اللي راهي الكورونا مايش طوى برك جات راهي جات لجدودنا لكن باسامي أخرى مش بالكورونا باسامي أخرى لكن جدودنا خلوونا كلام اللي إذي كان نمشيو بيه اللي قالوه الطب طوة واللي قالوه العلماء طوة أي يا سيدي احنا يقولوا جدودنا اللي خاف نجي اي اللي خاف اللي خاف نجي نجي واللي برث بشي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما قالوش شاء الله ربي يشفي الناس كل وربي يشفي الناس كل كمال لي يا سيدي المثل اللي يخاف نجي. عايعة شيش خال. انا انا اكثر حاجة ممكن تضيع لي شوية البوصلان تاعي هو انه نتحط في موقع امتحان. اما مثالش. انا مش نحاول نجتهد. نشوف الله. لا 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 مثالش. بالعكس ما حتديش في موضوع امتحان. اما اللي يخاف نجي. اللي يخاف نجي. ممكن يلزم جملة في نفس الوزن خاطر. هي طيو انا قاعد نتذكى ونحاول نربح الوقت. اي. فمشي ما يوشوش لي. فمشي. يا ولي تعرف. هذا مسان ستمنعني تلقفني. اينا اللي يقول. رحمة. يخاف نجيب. هكا عندو بكيتا. ليه? معنا عنا معنا دي ما تعطيونا اشتر المثل واشتر الاخر. حافظين اشتر المثل. ايه. اذاك هو طوال الحكاية احنا عالش حاولنا بش رجعوا الامثال اللي نقوله اشتر متى حبرك. راه اسمعني على خاطر نبيل موجود. هيا تعطينا طوال حل. اللي يخاف نجي. واللي قاعد في الدار. ايه. ما تعدى. الله الله والله العظيم. ايا قولي على تشنشي نتعم. ايه. ايه. هذه طوال رجعت للذاكرة. استعملها في البرنامج. وهو كان معمل على ذكائي وذكرتي مش نرجع. الله غالب نسيت. ايه. سمحنا. ايه يا نبيل. شو نسبكري كي كانوا على بركة عظيمة. اللي يخاف نجي. ولي قاعد في الدار. ما تعدى. ما تعدى. ما تعدى. يعني. وحنا توجي طالبين الطب. بالضبط. الطبط طالبين الكون فينمون. ما تطالبين. طالبين. على القضية الناس الكبار. اللي معنتها ما ما ينجموا يقعدوا في الدار. ايه. يقعدوا في الدار. واللي حتى كن قلقت وفي سيدي رمضان. ايه. ايه. ويحب يخرج. اخرج في وقت لي مديش معبية في الدنيا. باللول. خذ بايك من الول. اخذ بايك اخر السوق. اه. البس دوب الكمامة. الضبط. اه. دي ما كجيل في ادك. واكل صابون الاخضر. دوب ما تروح. صحيح. ربي شفيكم يا عافيكم. ان شاء الله تصوموا بقية رمضان بالصحة وبالعافية. اه. نبيل بن زكري. اه. يقولوا فخامة الاسم تكفي معناها بالحق. ايه. عفو. جيتك عزيزة. اسميكم من كل عزيزة وغالية. وانت يرين بن شعلية. ايه. شكرا. ايه. يا عيش. يا عيش. يا عيش. وقدش نوارتنا بوجودك اليوم. يا عيش. يا عيش. وان شاء الله كل مرة كراك على خير. وفي صحة. ربي يعطيك صحة اكثر واكثر يا ربي. يفضلك. وتحية لكم. وان شاء الله دي ما ملمومين في هاللمة المزيانة. ونحب نرجع بحديك. كان ما تروش ما. والله.